كابتن وسامة مباراة كانت تمثل عدء ثقيل خصا بعد الفوز على بيراميدز ولكن الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي اكتزها بنجاح الحمد لله على الثلاث نقاط النهاردة ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار البحث عن بطولة الدور البطولة المفضلة للنادي الاهلي أهمية الثلاث نقاط النهاردة يا كابتن أيمن هو تأكيد بعد فوز مباراة بيراميدز نتيجة كبيرة للنادي الاهلي مع الأداء مع العرض فانت النهاردة جاي بمباراة بعدها مباراة ايضا صعبة مع فريم محترم والمباراة دي كمان مؤجلة انت النهاردة ده يعني تعتبر المباراة الاولى امام مودرن سبورت في الدوري فانت النهاردة مباراة مؤجلة أهمية المباراة كمان في ثلاث نقاط انك انت النهاردة الفرق ما بينك وما بين بيراميدز وصل ل21 نقطة فاتمة لو قاتت تخيل انت كلعيب وشاف الفرق في الجدول 21 نقطة سبع مباريات وبيراميدز بيكسب وكان عليك الضغط فانت النهاردة بتوصل كلعيبة النادي الاهلي للفوز الـ 14 على التوالي وبتديق الفرق ما بينك وبين بيرامدز لخمس نقط النهاردة النادي الاهلي دلوقتي 63 نقطة وبييرامدز 68 نقطة وانت لسه ليك 3 مباريات مؤجلة فالنهاردة ده يعني شيء مميز ويحسب للجهاز الفني ولعيبة النادي الاهلي لما نيجي نتكلم النهاردة عن الفوز بتاع النهاردة اول فوز السابق بيرامدز الفوز اللي قابليه امام فارقه فانت بتكلم عن دكة بودلاء النادي الاهلي هي كلمة السر لو انت بتدور على الفوز النهاردة فريق البطل مش شرط ان يبقى عندك 11 لعيب بس هما المميزين في ضغط المباريات دي لا ده انت النهاردة لازم يبقى عندك سكواد قوي دكة برا تستعين بيها في اي وقت من المباراة شوف المباراة اللي فاتت امام بيرامدز من اللي خلصلك المباراة جابلك 3 نقاط في اخر ثواني محمد مجد افشا البديل اللي نزل من عدكة البودلاء النهاردة مين اللي خلصلك المباراة بيرستاو اللي جاي من فترة وريدا سليم النهاردة اللي انا بشيت بالنهاردة نزل حوالي ما يقرب من 30 دقيقة 35 دقيقة النهاردة يعني ادى اداء رائع النهاردة ريدا سليم وكان فيه حيوية ونشاط فانتا النهاردة بتتكلم عن دكة بودلاء النادي الروتيشن اللي مجبر عليه آآ مرس الكولر يعني النهاردة مش بمزاجه لازم النهاردة كمل اللعيبة اللي تتغير كمل مباراة اللي تتكلم في كل تمانية واربعين ساعة واثنين وسبعين ساعة النهاردة علشان تقدر تلعب لكن النهاردة عايز اتساءل سؤال ونطرح النهاردة موضوع يبقى محل نقاش النهاردة في السودو التحليل الناس تتكلم عن نادي الاهلي والمجملات والجدول النهاردة مين المنافس مين اللي بنافس بعض في الدور السنة دي يا كابتن ايمان الاهلي وبرامتس هما دول الاتنين المنافسين مع بعض النهاردة لما يكون برامتس لعب مبارح في كاس مصر المام النصر انا بلعب النهاردة في الدوري مباراة مؤجلة هلعب يوم الجمعة اللي جاية مباراة في الكاس هلعب برامتس بعدها بتمانية واربعين ساعة فين العدالة النهاردة في جدول الدوري اللي بتحقق العدالة للاتنين بنفسه بعض خلينا نروح لو كانت المنافسة بين الاثلاء والزمالك مباراة الاهلي والزمالك النهاردة مش بدي قدر المباراة قبل المباراة دي للاهلي وقدر مباراة للزمالك فترات الراحة فترات التوجي كل حاجة طب ليه النهاردة الاهلي وبينهم هو علشان النهاردة الزمالك برا المنافسة فاحنا مش عاملين حساب ان يكون فيه منافس تاني لل notices فاحنا بنحط جدول نضغط بيه لأهلي. لأ هو بس احنا اتكلمنا في النقطة دي كتير جدا. بس عارف اللي فرق مع بيراميز? اه. خروجه المبكر من آآ بطولة افريقيا. خروجه المبكر. طب ما الزمالكة. الزمالكة في وقت من الوقات بيخرج مبكر بطولة افريقيا. لكن بتيجي قبل المباراة دي علشان انت عارف دايما اللي المنافسة بتنحصر بين اهلي والزمالك. فظاهر منافس جديد. طب انت النهاردة ليه تظلم الاهلي؟ ليه النهاردة ألعب النهاردة؟ ألعب يوم الجمعة مباراة في الكاس وانا مطالب بها في الفوز. اه النهاردة هنكلم عنها ولازم تلعب بالمدلاء علشان تلعب. لكن النهاردة حقق لي العدالة في الجدول خاصة ان انت عارف ان بيراميز من اول اسبوع هو المنافس لنادي الاهلي. هو اللي بيكسب هو عنده استقرار وهو هو. فانت النهاردة ما تظلمنيش كنادي اهل النهاردة. علشان ألعب. يوم الجمعة واجي ألعب المباراة المهمة ليا. اللي ممكن تحسن بطولة الدوري بعدها بتمانية واربعين ساعة. وبيراميز مريح حوالي ست سبعة ايام. فده موضوع النهاردة علشان بس ردا على الناس اللي بتوعوا تتكلم. والجدول والحج عامر والأعذار اللي دايما بتتخلق وهي اصلا يعني اللي بتظلم فيها النادي الاهلي. لكن النهاردة نروح لمباراة اليوم مباراة لو احنا بنتكلم عن الاداء. زي ما بلال قال وانت في مشوار الدوري ما تسألنيش عن الاداء قوي في بعض المباراة. لكن اسألني على تلات نقاط. تلات نقاط مهمة جدا النهاردة بتتكلم على الفوز الاربعتاشر. على التوالي عدة النادي الاهلي. ده مهم جدا. وارجع واقول ان السكواد اللي عندك من بداية الموسم كلعيبة. سواء في حراسة المرمى. سواء في خط الدفاع. سواء في وسط الملعب. سواء في الخط للهجوم. واكتر لعبة. لعبة مباراة السنة دي لعبة النادي الاهلي. اكتر لعبة بتتعرض للاصابات. لعبة النادي الاهلي. فانت عندك ماشاء الله استمرية في الفوز. وطبعا قبل ده كله. جمهور النادي الاهلي اللي احنا شوفنا اللقطة لو لو جبناها. بعد الهدف الاول اللي دخل في النادي الاهلي. شوف جمهور النادي الاهلي والانتفاضة اللي حصلت والتشجيع المهم جدا. اللي يرجع يقوم اللعبة تاني. تدخلات النهاردة كولر كانت مميزة جدا. في الوقت المناسب. خاصة النهاردة لما بتزوق اتنين. واحد زي بير ستاو. واحد زي ريدا سليم. في توقيت حسين الشحات مجهوده قال. طاهر محمد طاهر قال. فبنشاطه الناحة لجمية. فبتسجل الهدف بعد ديئة. التدخل المهم النهاردة لكولر في الديئة. واحنا بنتكلم النهاردة في الديئة 73. تغيير مميز جدا. بعد ما حسبت المباراة. النهاردة عايز تقفل بقى. عمق الملعب ووسط الملعب تاني. تغييرت افشة اللي قدم وراكبيرا نهاردة بديانج. كان ممكن امام عشر اللي يخرج. لكن الشد فطلع افشة. النهاردة دي تغييره برضو مميزة جدا لكولر. تدخل في الوقت المناسب. علشان يقدر يقفل العمق اللي كان بمس الخطورة لفرقة مودنس بورت النهاردة.